سلام سلام يا الزينات يا الغاليات ان شاء الله تكونوا بكامل بخير ومهنيين وبصحة جيدة كما وعدتكم اليوم جبت لكم وصفة ليبابا مازلنا دائما مع الوصفات الرمضانية كل يوم نحط وصفة ان شاء الله من رمضان ان شاء الله هكا تكونوا ديتوا افكار على الوصفات اللي تديروهم وتستفادوا بهم نروحوا مباشرة نشوفوا الوصفة تانا تاع ليبابا في غي سيبيان حطيت نسكس حليب دافي حطيت مغرف ممسوحة داع اكل خميرة الخبز حطيت معاها مغرف سكر ونخلطهم شوية راح نحط كامل مكونات اعلاج اعلى ضربة راح نحط معاها زوج حبة بيض راح نحط معاها نصف كاس تاع الزيت راح نحط مغرف تاع قهوة صغيرة ملح ونخلطهم امع بعض انا راح نخدمهم في البيتران ولي ما عندهاش بيتران تقدر تخدمهم غير بيدها راح نحطهم كامل هاد لزانج غير جوم عباط بعدها راح نزيد عليهم الفارينا ما فيهاش خدمة بزاف ما يشتش كامل هاد ما يشتش اليد وما فيهاش الدلك راح نحط كاس فارينا كاس اللوة تاع الفارينا نخلطو شوية ندخلو مليح نحط التابعي نفس الخطوات تمشي معاهم اذا كنت خدمته بيدك خدمي بيدك وخبطه بشوية راح نزيد معاه الكاس الثاني ناقص غير بوع سوف يدرك تزوج كيسان غير بوع تاع فارينا نخليهم يتعجنوا مليح هكا ننتي إلا خدمتي بيدك كيما قلتلك سييت خبطي العجن تاعك كيما نكونو نخدمو في المطلوع دخلي يدك ملتحت ورفدي وخبطيه سييت خبطيه بيان وحد الخمسة الى عشر دقائق ونتي تخدمي فيه هكذاك فوالا انا هنا في البيترا مشدليش مشدليش اليد يتم واحد دقيقة ولا زوج خبطته هذا ما كان فوالا هوليك القاوام اللي لازم يكون العجين تاعي يكون إلاستيكي تتحصلوا على هذا القاوام لازم تحصلوا على هذا القاوام الإلاستيكي بعدها راح نجيب لي مول تاع هذو اللي دخلو للفرن تاع ليبابا ولا اللي نميديرو فيهم ذو كا الحنيونات راح ندهنهم بالزبدة ادهنهم مليح بالزبدة ورشوهم بالفارينة لازم تدهنهم مليح باش ما يسقش الخالي تتحكم فيهم كيطين اللي عند هالوقت تدهنهم وترشهم بالفارينة وتدقلهم في الكونجيلاتور حتى يجمدوا شوية يشدوا رواحهم بعدها نعمر الخالي التاعي في بوش ونجي نعمر لي مول لازم نعمره حتى نخلي منه غير بوع نعمره نعمر كامل لمول سوف يمول غير بوع نخلي هالك الربع الاخير ما نعمروش نخلي له لتاع باش يخمر راح نخبطهم خبطة خفيفة بعدها نغطيهم بسنيوة ونخليهم يخمروا الامنة انا كنت خمرتهم داخل الفور هاكا مشتدوليش كامل الوقت الفور تاعي كان سخون وطافي دخلتهم هاكذاك مغطيين وخمروا لي مشتدوليش الوقت حوالي عشر دقايق كانوا واجدين ينسيوة بعدهم الحبات على بعضهم باش ما يلسقوش العجين في بعضها كي يخمر لاك خام باتي سياق دي جاراني دايرتها معاكم ما حبيش نعاود لكم نفس الخطوات در زوج كيسان حليب بارد زوج مغارف ماي زينا زوج مغارف سكر حبا بيث ولافاني حطيتهم فوق النار حتى اتقال معايا هذك الخاليط بعدها كي نحيتهم من النار زتلو مغرف زبدة وزتلو عطر القارس اذا كان عندك عطر البنان ديري عطر البنان من الافضل سينو خليه فاني انا درته هنا يا عطر القارس ولا كلها الخرج التاعو شوية فرنسي المهم اللي هنالي بابا التوعي كنت دخلتهم طابو على 180 درجة كي حمارهم من تحت شعلتهم شوية من الفوق باش حمار الوجه التاحهم اللي بابا يكونوا دافيين والشاربات التاعي تكون لازم تكون سخونة الشاربات اللي هنا يا كنت الشاربات اللي خدمتها معاكم اللي دلنا بها معا بعض ببرتاجيت معاكم الفيديو تاع الخبز البي هذي اللي فضلت كنت لكم نخبيها نزحقها هي اللي عسلت فيها لي بابا سينو ديرو زوج كيسن سكر بزوج كيسن ونص تع الماء ودلو فيها قشور القارس وخلوهم يغلو عشر دقايق بعدها شربو بهم اللي بابا تتاوحكم فوالا اللي بابا يكونوا خلوهم خمس دقايق في الشاربات باش يشربو بيا نجيب الهنا ليكو بتوعي حطيت كمية من الفواكه حدرت حبات ففاح وحبا بانان ودرت حبات شينا قطعتهم كامل صغار ودرت معاهم كمية من الفراز قاع من قطعين دي بتادي حطيتهم في الفيغين من تحت بعدها سنزيد لكخان باتي سيغ من الفوق ونزيد نحط اللي بابا من الفوق ونجد لكم اللي بابا تتاوحكم في الشاربات سيكون الشاربات سخونة ويكونوا اللي بابا دافين باش تشربو بيا خلوهم حوالي خمس دقايق نجيل هنا نزيد نفرغ شوية شاربات فوق اللي بابا باش يشدو مشمخين كاي اللي يحبوهم بززف مشمخين ندلهم هذي كالمغرف تاع الشاربات كاخر مرحلة راح نزيد نعمر هذك الفارغ بالشانطية درس كاس شانطية مع كاس ناقص غيربع كاس غيربع تاع حليب طلحت لشانطية باش تجيكم شادة روحة ونجي نحط لها الفراز كشكل تزييني من الفوق جاو بزف بنان جاو بزف بنان جاو هشش جاو شربين تخيبين وصيرتوك يديروهم يبردو خلوهم يبردو في الكونجيلاتور اللي ما عندهاش الوقت كيما أنا درتوهم في الكونجيلاتور سينو نديروهم في الفريجيدا اللي كان عندكم الوقت راح يبردو يجوكم بزف بنان يشهو منعيشين هاكا خلوهم وصفة لشهر رمضان ان شاء الله خلو اللي تروحوا تشيروهم بسومة غالية خدموهم في الدار راح تقتاصدو شوية في المصرف هاوليكم الهنا الشكل النهائي لتحهم كيفش جاو جاو محمرين الله يبارك امشا ربين واحد البنة ما نحكي لكمش عليها شهيدكم ان شاء الله في الجنة نقسم معاكم هاد الحبة بتشوفوهم من الداخل كيفش جاو شوفو ما شاء الله كي تشربوا مليح راح يزيدوا يتنفخوا شوفو جاو ما شاء الله روعة روعة شاء الله شاهدكم في الجنة اذا كان وصلتم معي حتل هنا ما تنسونيش بالجام راكم راكدين صح راكم راكدين في اليوتيوب هايا شوية نشاط شوية تفاعل لبنات هاكا باش تحفظ